موسيقى 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 عبقى ولما يكون في بنا ما عدوا مبينة كنت تاعبان، نمت يا أخويا زي الستيحة خير ألف سلامة، بقولك النبوية، ما تدوئين الحموز بتاعك تحاضر يا أخوي، تفاضر يا سلامة أنا زعلانة نبوية، وزعلان قوي كمان يا بيت ما يغركيش شاكلي، ده أنا دماغي دي متكلفة وعجبك قوي كمان عايزة عايزة نعم يا رحمك؟ عايزة بتفتحي مخك معايا معلش، فهمي أصلا يا أخوي فهمي على قدي وماني، بص يا نبوية سلامة مش حينفعك، ولا حسني كمان هم اللي اتنين عيالة فندية كل واحد فيهم حس ان هو صيع ولافف وفاهم الدنيا وحطيتها في جيبه الصغير بس الحقيقة بقى ان هم اللي اتنين طيبين وغلبة على الآخر على فكر، انت فاهم غالط غالط، صح؟ مش ده المهم المهم إيه اللي هيجي من ورا ما عرفتنا احنا اللي اتنين ببعض طب ما تفطمي مانا استنيتك وانتي ما جيتيش هنيبو ماشي، هتكون فيني النهاردة بالليل انت عايزين اكون فيه؟ شوف لنا حد هادية كده متقابل فيها مانا، حلوة سلام يا عزي سلام يا خفيف مستماد للزيد لكم موسيقى أهو يا أساس سمير شكراً يعني شكراً 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 أنا أحمد حضرتك في حاجة يا أساس سمير وبضحك عليك هو أنا عملت حاجة غلط أصلت حطيتي الأول كان أنا شايف وعرفت مكانها فيه آه أنا أسفة جداً ما أصدتش معلش موسيقى شكراً موسيقى موسيقى بقولك يا علي أنا زهين تعالي نخلق ماذا؟ تقول أنا مني؟ الفكرة تقدر تقولي لا في الحالة دي أنا حقوق لي واحدة طيب بس هنوح فين؟ مش هارف يعني ما تحايل نروح نتمشي على الكورنيش وسط الناس بس لزي ما ما عملش كده للأسف كل اللي حوالي مش واخدين بالهم إن أنا ممكن أبقى محتاج حاجة زي كده حاضر راح فين؟ حاندي أسلامة لا لا أسلامة مش هين أعبا تعالي أخدك زي يرايك أظن كده هتبقى من قوي صح؟ طبعاً أنا جوا بيشوف كنت شفت السماء حلو ووش باري يلا بياه موسيقى 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 صباح الخير يا ليلى جمال صباح النور قدامك ايه وتروحي اه ازاي ساعة كده طيب بعد ما تخلصي تى جيني الفيلا عاً طويل لا والله ما هينفع عشر ابوية لو عرف انا ما عنديش عزار انا عايزك في الفيلا ضروري اوكي اقوا بالمناسبة لما تشوفي حسني قولي له ان انا عايزه ضروري حسني ايوة حسني ايه انتي متعرفيش ان احنا بعين يا صحاب ولا ايه على فكرة إذا طلع ولد ظريف جداً عارف إزاي يخليني أحبه نوعي تتأخر يا حسن طيب مش يا حسن هلو؟ السكة دي مش بتاعتنا يا أهاب وهو يعني السكة اللي إحنا فيها دي بتاعتنا؟ بس على الأقل فاهمين السكة وهنفهم دي كمان وخلي بقى لك الصفقة دي اللي هترايحنا بقيت عمرنا كله ادخل حضرتك طلبتني؟ أه طلبتك أنا هرجع المرفات وأقول لك أي مرة فيك ماشي يا عمر تفضل تحت أمرك؟ تحت أمري؟ تفضل يا عودي أي تحت أمريك دي؟ أنت مالك رسمي أوي كده ليه النهاردة؟ أنا كنت عايزة من حضرتك طلب مهمة أوي بالنسبة لي طيب والحاجة المهمة اللي أنت عايزة زيطلو بها دي محتاجة أنك تبقي رسمي أوي كده؟ يعني؟ أقول يا سيتي وكل أهدانا صديق أولا أنا متشكرة قوي أنك زرتين أمبارة دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي ما أنا بصراحة كنت عايزة أتطمن عليك يعني كنت عايزة أتطمن عليكم فقلت لازم أجي بنفسي بصراحة أنا كنت عايزة أطلب منك حاجة وأن الجليلة أختي تشتغل معايا هم سبحان الله تعرفي؟ أنا بعاتلك دلوقتي عشان أقول لك من بكرة تجيب الجليل عشان تستلم معها شغل بجد؟ بجد بتشكيرها قوي إيه؟ شكلك عايزة أتقولي حاجة بصراحة آه وإنت ليه بتعمل معايا كده؟ تفكر شوية كده و.. وإنت هتعرف أن هبعمل معك كده لي عايزة كده؟ تفضل تفضل ضحة زب empatic تفضل علي أنت عندك كم سنة؟ عندي 28 سنة ها؟ صغيرة يعني تقول يدي انتي حبيتي قبل كده؟ ايه؟ مش عايزة تكلمي؟ لا بس أنا مستغربة سؤال حضرتك لا لو مش عايزة تكلمي خلاص هتكلم أنا بقى أنا بس ممكن هسأل حضرتك ليه أنا وش معنى أنا؟ عشان حسيتم ممتي مش هتحكي علي ولا تخديني على قد عالي ولا تتكلمي معايا بس علشان أنا أعمل او انتي موظفة عنيفة الحقيقة أنا عمري مكان ليه اي تجربة عاطفة بس دا كلام غريب عشان أنا متأكدة ان انتي حلوة الحلوة بس كل حاجة اه صح معك حبيت انا يا ستي بقى حبيت حبيت أولي وراتي كالزمينا ليه في الجنة أصلاً أخريك في نون جميل يعني كنت بشوف الحياة كلها ألواني والناس برضو بشوفها ألواني وراتي دي كانت لون غريب ما يتوصفش عشان كده أنا حبيتك كنت بشوف ناس بلون الزرع وخضار العرب والناس بلون السماء وصفاءه والناس بلون الدن والناس بلون الليل وسواجب واللون السود واللون الوحيد اللي أنا بشوفه دلوقتي واللون الظلم يا علي طيب مش يمكن ربنا خد منك حاجات أنا سناديك حاجات كتير أحسن خد مراتي وبنتي مراتي وبنتي الحمد لله الحمد لله بس فضل إيه تاني في البناء بتي عرفة أن أنا بنتي كان ممكن تعيش لو أي حد من المشينا على الطريق العربيات يزلوا أنقذنا واخدنا الأورى المستشفى بس ده قدر لا ده مش قدر إطلاقاً مش قدر ده ناس فقدت الإحساس بأمية الحياة أنا لا يمكن كنعمل كده كم ممكن أعرض نفس المليون مسألة عشان أنقذ ناس ده أنا ولكنت قادر طبعاً ماشي ألاص الحمد لله أنا مش عايز أفتكر موضوع كله عايز أسألك سؤال أنت أنت نفسك في إيه؟ نفسي أبقى مبسوطة ونفسي كمان أمي تبقى مبسوطة طبعاً من المبساط ده من نسب لك إيه؟ فلوس؟ يمكن أنا فكرت كثير قوي إذا كانت السعادة هي الفلوس بس لقيت في حاجة جواي بتقولي لأ السعادة حاجة تانية خالص بس؟ الحب مثلا؟ ما جربتوش؟ أنت طيبة قوي يا عالية قوي أنا هقولي الكلام تفتكريني بيه طول عمرك مش الفلوسية السعادة ولا الحب بالأمل الأمل هو أصلا أنا لما ماتت مراتي وبنتي كرهت الدنيا كلها كنت أتمنى أني أنا أموت ولما رجعت تاني وقررت أني أعيش كنت عايز حاجة تانية جمع قرارتي أحساس بالأمل لما كان بيغيب كنت أترجع تاني وقالي يا رب أموت مش عايز أعيش بنا خلاص شفت بقى هذه هي حكمة الأمل موسيقى 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 عنك يا سي أمير لا 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 دولت وقال عليك يا تاميمة ده أنا قد كده بيتمر وبشيك لا لا دولت وقال وبعدين أقول لك على حاجة أنا بحب أعمل كل حاجة تخصيني بنفسي بعد أذنك هو أنت زالت مني يا سي أمير؟ لا خالص أنا أعز عل منك ليه؟ أنا خلاف لأنتي اللي اتزعلي من كلامي شوفها تاميمة أنا من صغري متعود بجد أعمل كل حاجة تخصيني أو تخص شغلي بنفسي أنت عارف لو مكنتش معاه النهاردة أنا كنت همسح وأكنس مكانك كي كلام حلو سليم أنا هروح جيب سندوتشاتنا كلها لأكيد أنت على أهم باب لا خليك أنا هروح أجيب لا 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 والناب أنا هروح أجي يا بنتي استني أنا في ديئة هروح أجيب لا استني أنا مشوك من على البيت لحظة هاي أنا قلت أكيد مش فاضين فدي حاجة بسيطة أكيد يعني ما تشكر قوي بس يعني أنا جارتكو هنا في الشعر لقصتك يعني ياريت أي حاجة محتاج لها شيء أو أي كده ما تتكسفش شكرا قوي لا شكرا على أيد لا إحنا جيران يا ابني وحضرة سيدنا النبي محمد لا استراتي وص على سبع جار ربنا خليك يا أستاذ رأفت رأفت سامي والد مريح أهلا أستاذ أهلا بيكون ورطوني أهلا شكرا لا حفو بالإذنة تفضل سعيدة يا ابني يلا بسم الله لا لا يا أستاذ زمير ما تاخدش منه إيه في إيه؟ ده بتاع مسحيين لا يكونوا حطين في حاجة حرام يا بنتي الناس المسحيين دول عارفين إيف دينا حرام وأكيد مش يحطولنا يعني وتبعني ده حلوات كلي كلي والنبي يعني لولا إن انت كلت منه ما كانتش ممكن أدوقه أبدا وحش أبا على فكر لا حلوة أبا على فكر لا وحش لا حلوة أبدا نحن نمي الشام وهم ما بيردش لي ده غريب جدا الحسام ده اوه طيب انت هتعملي إيه لها تسابت سليل؟ هتروحي المراد ولا تنفاضي إيه؟ لا أنا هنفض لا صراحة هنفض بل أهم أنا لسه هروحي يا بنتي مهونتي لو ما روحتيش ممكن الراجل يجي تاني يوم يقولك يلا مع ألف سلامة المركب اللي تودي يلا بايباي مع ألف سلامة القلب يدعيلك وأنا برضو حسك إن في حاجة في الموضوع ده غلط في حاجة مش مراجحيني كده رايبت إنتي عبيت أولي إيه؟ ما تروحي إيه 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 اللي هيحصل يا ما هو ما فيش حد أصلا يقدر يحمل فيك حاجة غلا وإنتي عايزة وإنتي مش عايزة خلاص ولو جي جنبك اسبيه ويمشي اسبيه ولمكان كله ويمشي عملك إيه ها إنتي الأقوة هم روح يا بنتي يا ليلة ها أنا جيت أهو أفندم طبعا دي بس سيب إيدي عايزين نتفل على إيه؟ إنتي هتبضلي في عب جبر ده كتير أه 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 سيبك من جو جوزي وجوزك ده ده كلامه خلص أنا بسأل سؤالي إنتي مش عايزة تطلعي السلمة فوق بقولك إيه يا بكر بقى لك كم يوم كده يا أخويا قاعد بتلون وبتاخدني وبتجبني معك كده في الكلام إيه؟ في إيه؟ بص يا نبوية طول ما أنت في عب جبر المعفن ده مش هتوصلي لأي حاجة خالص لكن معايا بقى ممكن تبقي حاجة تانية بس سوا سوا ها هتخلعي منه وملكيش دعوه إنجس أخرك إيه؟ أخري فل إن شاء الله وعسى يلا سلام عحبوا أخذ في تكريطة سوآ إن شاء الله انشاء الله صحياتك مورو موسيقى الخير ليلى اتأخرت كده ايه؟ ده حسني هنا من بدر قوي محياتك انا جيت اهو ازاي محياتك عايز خير كان في حاجة؟ خير طبعاً احب عرفك العم سام هلو انا بقوله لعم سام هو اسمه سام بس انا بقوله لعم سام تصور يا ليلى عايز يطلع يصهر برا عشان يفرفش ويدحك وانتقوله طب وليه؟ ما احنا عندنا هنا في الفيلا ممكن نضحك ونصهر ونعمل كل حاجة واخليك تفرفش على الاخر اوكي سام؟ اوكو مورو ناجربك بالمزاج والفرفشة بس يا ليلة باشا ملعاش في الفرفاشة انت حد أزانك تتكلم ناقصد يعني انها ملعاش في الفرفاشة خلاص ام ام رس الحجر اللي باشا ولا عايزه يزعل منك حاضر يا باشا وانت يا ليلة عندك فستان فوق عايزك تلبسيه وتنزلي عشان من طفالة جنة على رأسك يا باشا الليلة ملعاش في الرأسك انت مجلول مجلول يا ابني روح اعطوا بسي جلائل اعطوا بسي جلائل اعطوا بسي جلائل اعطوا بسي جلائل جلائل الطفال كمير روح روح مش هتراوح لاي لو مش هتمشي لو مشت انت مش هتمشي من هذا سليم سليم وانت يا ليلة هترجو سي بصراحةervationك تقلقنا منك ليه؟ انا ما بخوفش للدرجاتي انا متشكرة قوي على النهاردة بس انت اتحكت علي ليه؟ انا سألتك سوال ما جوبتش علي اللي هو؟ حبيتي قبل كده؟ حبيت في خيالي في الواقع انا عمري محبيت لما كنت في المهد كنت مخلص محضراته اجري بسرعة قبل ما اي بنت تتكلم معي وتعرف انا بشتغل ايه؟ اصلا انت بتعرفش البنات وحشين مع بعض قد ايه؟ وبعد كده بقوا العرسان كل ما يقولي يهربوا بسبب شغل انت عشان كده قررت ان لقسابها واجه اشتغل هنا بتعايزة تجوزي؟ مفيش بنت مش عايزة تتجوز وخلص انا بقى عمري 28 سنة تتجوز اي حد؟ حلمت كثير واتمنيت كثير للحلم قدرت احققه ولا الامنية جدت على مقاسي بس انت كده يقسى قوي لا انا فاهمة نفسي كويس وعارفة مكاني لا لا يا علي لا عامش كده ممكن تطبني الطب ممكن متفكريش بالطريقة دي انا مبحبش الموظفين اللي عندي يبويسين للترجواتي عمل احكاله ها ها اقول ايه؟ انت السمير بيه؟ بسtır بس كفلي شوفتي بار كل وحد فينا عنده مشاكل اللي ما حدش يقدر يحس به إلا هو صح صح اشتركوا في القناة 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 خلاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ اشتركوا في القناة 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 دي بره يلا هارسو تلق ياما ازاي الموضوع ده صعب قوي عبدالعزيز عبدالعزيز يلا هارسو اسمعي كلامي يا بت وبعد انه انتي خسرنا ايه